عقب يوم واحد من اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكمي دبي رعاه الله لرؤية دبي الثقافية الجديدة ترأست سمو الشيخ الطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي اجتماع الهيئة لبحث مسارات وآليات العمل ضمن مختلف قطاعاتها الأساسية وتحديد متطلبات البدء الفوري في تنفيذ ما تضمنته الرؤية الجديدة من مبادرات وما يستدعيه ذلك من تشكيل فرق العمل وتحديد المسارات الأساسية لتحرك فريق العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة نحو تحقيق الأهداف الكبيرة التي شملتها الرؤية وذلك وفق أطر زمنية محددة وأكدت سموها خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء ومديرو قطاعات الهيئة أن رؤية صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لمسيرة التطوير والتنمية الشاملة في دبي ستشكل الإطار العام الذي ستنطلق منه فرق عمل الهيئة في تنفيذ بنود رؤية دبي الثقافية واستعرضت سمو الشيخ الطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم خلال الاجتماع أولويات عمل فريق هيئة الثقافة والفنون في دبي خلال المرحلة القادمة وفي ضوء ما تم تحديده من أهداف وما جرى الكشف عنه من مبادرات ضمن الرؤية الثقافية الجديدة مؤكدة أن الوفاء بتلك التعهدات يتطلب تضافر كل الجهود ضمن منظومة متسقة مشمولة بأعلى مستويات التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالعمل الثقافي في دبي مع تحديد أفضل سبل الاستفادة من الرصيد التراثي والثقافي والإبداع الثري في دبي والبدء الفوري في تحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار في سياق تكاملي متناغم هدفه إحداث طفرة حقيقية في المشهد الثقافي في دبي يشعر بها المجتمع بكافة مكوناته ويكون شريكا في صنعها ومنتفعا بثمارها ترجمة نانسي قنقر